برج الاسد في حب كتير شايفة حواليك من كذا شخص في محيطك بس وكأنك مش ملتفت اليوم خالد لكن احتمال الشخص اللي في بالك يعترف لك بحبه خلال الفترة دي انا شايفة بعضكم في وضع حب صامت ممكن يكون في اعتراف او تلميح خلال الشهر ده اه كمان انا شايفة ان الحب ده في شوية عوائق آآ في حاجات تمنع تمنع انه يحصل اتباط آآ في شوية عوائق على قلق على خوف من رد فعلك يعني الطرف التاني ده احساسه احساسه ان في عقب كبير موجود في العلاقة هو كمان عنده قلق وخوف آآ من الاعتراف بالحب ده خايف من رد فعلك انت كل ده احساس الطرف التاني زي ما قلت الطاقات الموجودة في القراءة شايفة طاقة المائية نارية هوائية آآ طبعا الطاقة زي ما قلت قبل كده هي غير البرج آآ الطاقة ممكن حد يكون مائي بس طاقته نارية في الفترة دي آآ برج الاسد كمان في الفترة دي احذر من الخبساء الحاقضين في محيطك وفي العمل وفي بيتك آآ خلي بالك من اي مكتسبات او انجازات حققتها آآ عايز اقولك ما تتعاملش بساذجة ولا بحسن نية مع ناس انت عارف آآ انهم مش بيحبو لك خير آآ مش بحسن نية انت تسيء الظاني بالنس لا لكن آآ زي ما قلت او في وصفات الاول ان هي ممكن تتعمل بشوية ساذجة او انك آآ انك المشاكل اللي عندك كمان ممكن تخليك ما تبصش ما تبصش حواليك كويس او ما تشوفش مين بيحب مين بيكره كويس آآ قلتلك قبل كده انك محض هيرة ومحض حسد آآ بسبب آآ نعم ربانية ربنا وهبهلك يعني انت ملكش ايد فيها حاول تصفي ذهنك آآ تبعد عن اي افقار سببية علشان آآ لو حبست نفسك فافقارك دي مش هتقدر تاخد بالك من حاجات بتحصل حواليك آآ حاجات بتحصل حواليك ممكن تضرك آآ نرجع للناحية العاطفية نعرف الاول طاقتك العاطفية انا شايفك عندك حميس اللي بداية جديدة آآ لكن شايفة حيرة ممكن انت مع حد وبتفكر في حد تاني بسبب بعض الطرف آآ اللي انت معيه او تجهله المشارك آآ انا شايفة تفكير في الشخص ده من ناحيتك اولا هي في الغالب هتكون علاقة زواج او علاقة قوية استمر في الاتنين آآ هو بيشوف فيك صفاتك يا برج الاسد يعني هو شايف فيك كل الصفات بيشوفك قوي بيشوفك قائد بيشوفك عندك كارزمة عالية كمان بيشوفك آآ ناجح في حياتك او بتعرف ازاي تنجح في اي آآ في اي حاجة انت عايز تعملها آآ اللي مش بيعجبه فيك ثواني آآ انا بقولك هو فعلا بيخفني انك اللي مش بيعجبه فيك هو انك ممكن تنهي العلاقة في اي وقت برغم الحب الكبير اللي بيشوفه منك لكن مش بيتطمن لك انت عند يعني انت عند اي خطأ آآ ممكن تهد المعبد عالي فيه هو بيشوفك عامل كده آآ كمان هو بيشوفك نزاجك متقلب آآ ودي ساعة لانطقتك يا برج الاسد طب نشوف ايه اخبار العلاقة انا شايفة العلاقة فيها زعل كبير فيه علاقات عند بعضكم طبعا شايفة فيه علاقات فيها زعل كبير ومشاكل كتير عند البعض انتصال آآ شايفة فيه احساس بالندم آآ يعني صراحة انا شايفة احساس الزعل كتير قوي كأن اللي خصل ما كانش سهل او فضل يتراكم او تتراكم احداث كتير مرت بالعلاقة دي آآ لحد ما بقى الموضوع كبير كبير في قلبكو انتو اللي اتنين انا شايفة ان انت اللي مجروح هو كمان زعلين بس اعتقد ان هو اللي زعلك آآ بسبب اني شايفة السيوف في قلبك انت مش هو آآ للبعض احتمال وجود طرف تالت بس ممكن الطرف التالت ده زي ما شوفت في الاول ممكن الطرف التالت ده عندك انت يا برج الاسد لان في بداية الكراء زي ما قلتلك انا شايفة ان انت ان محتار بين شخصين بس هنا في الكارت ده بيقولك ان الامور هتتحسن وان ان شاء الله الحزن اللي انت حاسس به دلوقتي هيروح مع الوقت الطرف التالي هو حاسس ان هو مهزوم مهزوم وتعبان قوي ده بنسبة للمنفصلين طب ثويني نشوف هو اعمل ايه انا شايفة هنا اللي ظهار لي هو شخص مخدع عند البعض طبعا يعني كل حد عارف القصة بتاعته ايه انا شايفة هنا ان انت تتعاملت مع شخص مخدع هو خدعك اكتر من مرة وبعدها هو بعد يعني بعد ما خدع اكتر من مرة بعد اه وتقريبا بعده ده لانه حاسس ان شكله بقى وحش قوي يعني ما عندوش حلول ولا ولا عندو حاجة يقدمها لك انت نوعا ميه شايفك يا برج الاساس اتعودت على الوضع ده او اتعودت غيابه يعني انا شايفة القلم اللي كان في البداية اتدى اتدى يقل بعضكم اه شايفك وجهت تفكيرك لحاجات تانية اه يعني شايفك ابتديت حق حاجات تانية بتديت تحقق منها انجازات ابتديت تحقق منها نجاحات اه بعضكم ممكن وجه طاقته افكاره البزنس ممكن بزنس قدرت تنجح فيه اه لكن من وقت للتاني لما بتفتكر بتزعب انا شايفة لبعضكم الحبيب عايز يرجع بس انا شايفة هنا عندو طاقة خوف عالي جدا هو خير ولو مش متجاوزين هو عايز يتجاوزك اه هو في جميعه مستعد بيعمل اي حاجة عشان عشان تقبله اه انا شايفة عند البعض هو غضر بيك وهو اتغضر بيك اه هو كل تذكيره في الطريقة يعني في الطريقة اللي هو يرجع لك بيها يتكلم ازاي يجبها ازاي يقول ايه اه هو واسك انت مش هتصدقه تاني اه ممكن يكون خداع حصل اكتر من مرة هو واسك ان انت مش هتصدقه تاني بس هو بيحاول يلفت ناظرك الفترة دي اه يلفت ناظرك ليه بطرق تاني اه لان شايفة بيحاول يبين لك انه كويس انه بقى ملتزم مثلا لو ما كانش بيشتغل يبين لك ان هو بقى بيشتغل لو ما كانش ناجح يبين لك ان هو بقى ناجح بس الطرق غير مباشرة ممكن عن طريق السوشيال ميديا او عن طريق ان حد يوصل لك اخباره المهم هي طريقة مش مباشرة بس انا شايفة كتير منكم بصص لقدام مش عايز يرجع للماضي تاني بالعكس انت عايز تنتهي من الماضي خالص انت من الواضح عندك عندك منه مشاكل نفسية في مشاكل نفسية قوية حصلت عندك يا برج الاسد انت عايز تستشفي منها وكأنك بتعيش سعادة مزيفة يعني بتضحك بس مش من قلبك بتفرح بس مش من قلبك عايش في سعادة مزيفة يعني عشان تطلع من الحالة النفسية السيئة اللي انت فيها سويني افتح هنا نشوف اللي فيه ما بعد ايه برج الاسد اتفائل خير اه يعني ما شاء الله اتفائل خير انت عندك عندك فرحة حقيقية مش مزيفة بقى عندك فرحة حقيقية جاية اه كمان انا شايفة الناحية العملية اه فيه تقدم وتميز ونجيح اه شايفة انك اه بتستعيد نفسك تاني اه لكن الناحية العاطفية انا شايفها منقسم عن اتنين زي ما قلت الناحية العملية انا شايفة فيها نجاح وتقدم وتميز كبير جدا ان شاء الله في الفترة اللي جاية العاطفية زي ما قلت منقسم عن اتنين بعضكم في امتصال والبعض في علاقة ثلاثية او محتار بين شخصين وهنتكلم عن الحالة العاطفية البرج الاسد بالتفصيل في الفيديو منفصل ان شاء الله اه كمان شايفة بعض كم بيفكر في صفر اه انا كمان هعمل لك الناحية الصحية نحية الصحية البرج الاسد اه بعضكم عنده مشكلة في في الرقبة من الخلف من الناحية اليمين عضلة الرقبة ده عند البعض سبع منكم عضلة الرقبة بتقلمك جدا ممكن ما اتعرفش اتنين منها كمان بعضكم عنده مشكلة اه مش الصدر القفى تستدري نفسه بتحسوا ان العضم بتاعه ونفسه هو اللي بيقلمكم بس انا شايفها مشكلة بسيطة يعني ممكن بسبب اه بسبب تكييف بسبب جوت سالة حاجة دي اه مشكلة بسيطة لكن ممكن البعض لو عايز يستشير طبيب يستشير طبيب عشان يتطمن على نفسه اكتر اه هسحب ستة كارت اه طاقة عامة لك يا برج الاسد وديه ديه مني ليكو لكل برج يعني هشوكو يديه ليه مني ليكو في في القناة القراءة بتاعة الشهر ده اه وهعملها مع كل الابراد بازن الله اه برج الاسد بازن الله ان شاء الله بعد مرور شهر عندك نصر وعندك استقرار اه بس نقول يا رب ونضف الطاقة حوالينا ونبعد عن الافكار السربية هيحصل عندك بعد الشهر ده ان شاء الله بازن الله تغيرات ايجابية في نواحي كتير في حياتك اه اه والموضوع هيعلى بالتجريج يعني بالتجريج هيعلى للافضل والافضل والافضل ان شاء الله اه عايز اذكركم بالصدقة الصدقة يا برج الاسد لا اي حاجة عايز هتتم في حياتك تصدق ودي عن تجربة شخصية اه في الفترة اللي جاية اه برج الاسد انت هتكون سيد قرارك هيكون عندك قدرة انك اه انت اللي تتوجه الاوامر والكل هيكون بيسمع اه من الواضح عندي هنا اه ان مرة عليك وقت كنت فيه ضعيف كنت فيه ضعيف وبتحس بالقلق والخوف وده خلى ناس تتدخل في حياتك او يكون لي هكلمة في قرارات مصرية خصة حياتك الفترة اللي جاية مش هيحصل ده تاني انا شايفة ان انت اللي هتحدث كل حاجة تخص في حياتك انت اللي هتاخد كل قرارات تخص كل قرارات مصرية تخصك في حياتك اه بعضوكم كمان اه شايفة انتظار مولود جديد او احتمال حدوث حمل باذن الله اه كمان دخولك على مرحلة جديدة تماما في حياتك اه كمان برج الاسد من دلوقتي والاخر السنة احتمال عندك دخول شخص جديد في حياتك ممكن يكون صديق ممكن يكون حبيب الشخص ده هيساعدك انك تتخذت حاجات كثير سيئة هتصرف لك في حياتك وممكن تكون كنت تعرفه قبل كده وبعد يعني باعته عن بعض وهتشوفه بعض اه كمان ممكن اقولك انك عندك اتصال عندك اتصال سريع او خبر سعيد اه انت مش متوقع باذني 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 اه 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 بالتوفيق ان شاء الله واستنوني في في القراءة العاطفية لموليد برج الاسد في الفترة اللي جاية وما تنسوش الاشتراك في القناة شكرا للمتابعة برج الاسد شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة